بعد قرابة 160 كم شمالي البصرة يأخذك تاريخ إلى عاصمة المملكة السومرية أور الشاهدة على تفاصيل الحضارة الراحلة نائية بأثارها عن الفرات بعد أن تغير مجرى بفعل تراكم ألاف السنين وهذا إرث للحضارات المتوالية على العراق لكنه صامت اليوم وغيره من مدن البلاد بفعل اختلاف وخلاف من صنع السياسة والحروب والفوضى رغم كل هذا فالعراق منبع الأديان ومستقرها ووجهة أهل الأرض يسجل البلد رسالة تسامح في وجه تطرف غزى جسد التاريخ والأرض والإنسان واليوم يعود صدى الحديث عن زيارة كان يعتزم إجراءها بابا الفاتيكان إلى بلاد الرافدين لم تتم بفعل صعاب كثيرة يواجهها العراق يعود مرة أخرى معلنا أول زيارة باباوية تاريخية إلى العراق مطلع آذار المقبل زيارة البابا فرانسيس أول زيارة بعد تفشي جائحة كورونا لتأتي في تضميد جراح البلد الأكثر إصابة بالحروب والصراعات ناهيكا عن قسوة كورونا القاتل الصامت وكأنه إصرار على زيارة لبلد مهم يمثل محطة سلام لا بد أن تلقي بظلالها على المنطقة بأجمعها لذا كانت تغريدة رئيس الجمهورية برهم صالح بمثابة رسالة للعراقيين بمختلف دياناتهم أهمية زيارة تاريخية لأرض الرسل والأولياء وضرورة قصوى في بلاد يتسابق فيه العنف قتلا للإنسانية وترحيب رسمي بقداسة البابا الزيارة المرتقبة سبقتها زيارة أجراها رئيس الجمهورية إلى الفاتيكان في رسالة تواصل دائم لا ينقطع العراق عن نسيج المجتمع العالمي بأطيافه وتوجهاته كافة إلا أنه توطيد للإنسانية وتعزيز للتنوع والتسامح والتعايش زيارة لا تقف عند حدود الدين فحسب بل يحتج العراق إلى ما يعيد ضبط ميزان الإنسانية ويحقق توجه الدولة برئاسة جمهوريتها وحكومتها بما تسعى إليه بإعادة العراق إلى نبض حضارته واستقراره وموقعه بين دول العالم أجمع أثمر وموقعه بين دول العهمة